ومن صيدة تنضم إلينا الآن النائبة في البرلمان اللبناني عن القوات اللبنانية غادة أيوب مساء الخير سعادة النائبة أهلا بك معنا في الأخبار الليلة على شاشة الحدث أنا سأبدأ معك بكلمة أمين عام حزب الله قبل الحديث عن الوضع العام تحدث فيها عن ارتقاء عميق في العمليات بحسب تقييمه ونوعا ما عبر عن سعادته بالدعم الذي يلقاه من اللبنانيين هل هناك أي قراءة مختلفة بالنسبة لك للمعطيات اليوم الموجودة بلبنان تختلف عن كلام زعيم حزب الله؟ نعم مساء الخير لك إن الوضع في لبنان هو مختلف بالأمس تنادت قافة كوى المعارضة ومنهم تكتل الجمهورية القوية والأحزاب المعارضة وتقدمنا بكتاب ورسالة إلى جامعة الدول العربية وتم القول والتأكيد على أن اللبنان الرسمي صوته مخطوف وسيادته مخطوفة وقراره مسلوب وبالتالي إن القول بأن كل اللبنانيين يحتضنون خيار الحرب هو أمر خاطئ ونحن اليوم الكلام الذي سمعناه من الأمين العام هو مختلف عن الكلام الذي ترينه في الشارع بحيث أن مختلف الأطياب في لبنان سؤالهم الوحيد كيف يمكن تحييد لبنان من هذه الحرب بالرغم من أن الإجماع والضمير الإنساني كله على رفض هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تحصل في غزة ضد الشعب الفلسطيني ضد الأبرياء وضد الأطفال والنساء الذين ليس لديهم أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم فالتعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني شيء لكن الخوف على لبنان وأن يصبح غزة ثانية هو شيء آخر إن هذا كان رد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تصبح بيروت غزة ثانية مباشرة بعد كلمة نصر الله لا يهم ما هو يقرر لكن نحن في لبنان نعرف جيدا أننا ما زلنا تحت أزمة طالت منذ أربع سنوات لليوم بغياب رئيس الجمهورية بغياب حكومة فاعلة وهي حكومة تصريف أعمال وبالتالي ليس لسنا جاهزين كلبنان الرسمي أو حتى لبنان الشعبي بأن نكون بمواجهة حرب إبادة مثل ما تحصل في غزة لكن ومن هنا كانت مطالبة المعارضة بتطبيق القرار 1701 بتحييد لبنان وجعل الجيش اللبناني هو الموجود وسحب كافة القوى المسلحة من جنوب لبنان جنوب الليطاني والتعاون مع قوات اليونيفل لمنع إسرائيل من اتخاذ أي ذريعة أو أي حادث أمني لكي تهاجب لبنان وساعة إذن إذا تم العدوان على لبنان يكون كافة اللبنانيين خلف الجيش اللبناني وخلف الدولة اللبنانية لكننا اليوم ما شهدناه من خطاب بس يعني اسمحي لي لأنه ذكرت 1701 من 2006 أو من بعد يعني ما صار عندنا قرار 1701 لم يتم الالتزام به لماذا اليوم يتم استذكار هذا الموضوع بلبنان لماذا لم يتم مطالبة به من قبل حتى لا نصل إلى هذا المشهد الآن بوقت أنه بأكثر من مناسبة كان في محاولات لإطلاق بعض الصواريخ من الداخل اللبناني باتجاه الأراضي الإسرائيلية نعم إن 1701 أتى نتيجة حرب تموز التي كمان أدت إلى دمار شامل في لبنان سنة 2006 وكان هو القرار الذي عبره تم وقف الأعمال العدوانية ضد لبنان والأعمال الحربية لكن للأسف عدة أفريقاء ومنهم حزب الله لم يلتزموا ولا إسرائيل لم تلتزم بتطبيق كافة بنود 1701 وبالتالي كما تفضلت شاهدنا عدة خروقات من الجانب الإسرائيلي ومن الجانب اللبناني أو من الجانب الفصائل الفلسطينية التي كانوا يتخذون لبنان منصة لإيصال بعض الرسائل لإسرائيل وهنا هذا هو بيت القصيد لأن لبنان مخطوف من قبل إيران ولأن في عدة أذرع إيرانية موجودة في المنطقة إن كان في لبنان أو في سوريا أو في اليمن أو في غير من الدول وأصبح لبنان مشرعا كساحة فقط لإيصال الرسائل وهذا الأمر الذي يرفضه اللبنانيون ليس عملية كبول بالأمر التاصل وليس عملية إسلام كلا إنها عملية حماية الأراضي اللبنانية وسيادتها واتباع الحل الذي نادى به المؤتمر العربي للسلام في بيروت سنة 2002 والقول أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا عبر سلام دائم وهو عبر هل الدولتين بالحدود 1967 فمن هنا اليوم ما شهدناه من خطاب للأمين العام أريد فقط أن أقول أنه دعا إلى شيء والنقيد دعا إلى المطالبة بالصبر والصمود والانتظار لكيفية توسع الأعمال حسب الميدان وبالتالي لقد أقر بأن القرار دخول الحرب ليس لديه فالقرار هو يأتي من إيران وليس هو من يقرر والميدان هو الذي يقرر ومن هنا لماذا يجب على الشعب اللبناني أن يدفع أثمان أثمان حروب الغير ورسائل الغير لماذا لا يكون هذا الطريق هو الطريق الديكوبيسي نصف شوي الوضع بالجنوب لأنه اليوم اللغة الرسمية تقول لبنان ليس في حالة حرب ما يجري بالجنوب ما زال ضمن قواعد الاشتباك بشكل أو بآخر وبالتالي وكأنه كل شيء بخير وهي بقعة جغرافية صغيرة يتم قصفها حضرتك ابنة الجنوب لاستي بعيدة أبدا عن الجبهة المشتعلة الآن ستتكلمين معنا من صيدة بالتالي لنفهم منك صار في عنا 30 ألف نازح من الجنوب أكيد قتل مدنيين رأيناهم بالأسبوع الماضي زميلنا عصام عبدالله كذلك قتل يعني ليست جبهة صغيرة أو تدخل ضمن قواعد الاشتباك في حرب موجودة الآن بالجنوب هل توصفين لنا الوضع إلى أي مدى يمكن الاستمرار بالقول أن حزب الله فقط يعتمد التشتيت بحرب غزة أولا هو يعتمد حسب قوله التشتيت والهاء هذا العدو على أجانب الشمالي يعني من جنوب لبنان وبالتالي سقوط المدنيين الشهداء الأربعة ومنهم ثلاثة أطفال في لبنان والصحفيين واستفقنا اليوم عند الساعة السابعة صباحا على استهداف لبستان في الزهراني وهو بعيد 40 كم عن الحدود اللبنانية فإذا قواعد الاشتباك هي سقطت إن كان من قبل الجبهة الجنوبية أو إن كان من قبل إسرائيل والكلام اليوم عن أن الالتزام بقواعد الاشتباك شاهدناه في الأيام الأولى لكن حسب التطورات التي تحصل أعتقد أن هناك عملية محاولة لنقول جر الجانب اللبناني وحزب الله للدخول فعليا بالحرب وبشكل العنالي لكن اليوم لبنان هو في حرب غير معلنة فالاقتصاد منهار كافة الأشقاء العرب والدول الغربية قد أخلت كافة رعاياها من لبنان نحن نعيش حالة حرب فعلية اقتصادية ومالية نحن اليوم لا يمكن أن نتحمل أعباء هذه الحرب التي لم تبدأ في العلن لكنها فعليا نحن نقضيعين وللأسف دائما الجنوب هو من يدفع وأهل الجنوب هم الذين يدفعون غاليا هذه المعارك ما هي الأدوات التي بيدكم سعادة نائبة سواء كقوات لبنانية أو كجبهة معارضة تحدثتم عن بياناتكم ولكن هل من أدوات أخرى اليوم موجودة على الأقل للحديث مع حزب الله نعم ما أودت أن أقول أن تكتل جمهورية قوية مع كافة الأفريقاء في المعارضة اللبنانية نقوم بتقديم الرسائل والتكلم مع كافة الدول العربية والدول بالأمم المتحدة وغيرها وإصال الرسائل وأيضا من لبنان بأنه لابد من تحيين لبنان عبر عدة خطوات أولا هي تطبيق الألف وسبعمية واحد ثانيا هي العودة إلى قلق الدولتين التي دادت اليوم به أيضا القمة العربية في المملكة العربية السعودية وأن نكون موحدين كلبنانيين للمصلحة اللبنانية أولا لأن اليوم ما نحن نشهده هو وضع مصلحة إيران فوق كل المصالح الوطنية وبالتالي حتى القضية الفلسطينية نحن نسأل هل فعليا ما يحصل اليوم هو لخدمة هذه القضية؟ أكثر من 12 ألف شهيد يبذلون أرواحهم هو الحل الأسمن للوصول إلى السلام من هون علينا نحن واجب كنواب لبنانيين أن نقوم بالطرق الدبلوماسية بإعلاء الصوت لكي نمنع جار لبنان إلى هذه الحرب ما هي الوسائل؟ نعم الوسائل الدبلوماسية وتطبيق القرارات الدولية وحتى عودة ومحاولة انتخاب رئيس جمهورية وإعادة تفعيل وتشكيل حكومة وإنتاج سلطة جديدة تؤمن وتؤمن بالحد الأدنى سيادة لبنان وأن نستعيد قرار الحرب الذي للأسف صرح رئيس حكومة لبنان بأنه ليس بيد الحكومة اللبنانية شكرا جزيلا لك ضيفتنا من صيدة نائبة في البرلمان اللبناني عن القوات اللبنانية غادة أيوب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر